أرحب بضيفي سيد سيروج من بيروت وأستهل بتساؤلي يقال أن اللبنانيون بشكل أو بآخر بانتظار وترقب بداية العام ووصول دونالد ترامب للبيت الأبيض وهنا نتحدث عن قرابة الشهرين ونيف يمكن أن تحدث تحولات خطيرة ميدانية وسياسية ليس بيد اللبنانيين سوى الانتظار وترقب وربما مفاجآت كثيرة في الميدان والسياسة خلال هذين الشهرين مساء الخير لكم لديك الكريم ولجميع المشاهدين طبعا الأداء السياسي في المنطقة سوف يتغير بتغير رئيس الولايات المتحدة وإلى حين استلام الرئيس الجديد هناك شهرين كما تفضلت هذا يضع الإسرائيلي والمقومين والمحور المقامة وإيران أمام شهرين من تصعيد وطيرة الحرب لأن الرئاسة الجديدة ستأتي بأسليب جديدة مغيرة عما كانت مع بايدن والديمقراطيين نعلم مع ترامب أن هناك حزم أشد ولكن الأسليب هي أخرى فلذا نحن نتوقع بأن جنون نتنياهو سيستمر بل سيتصاعد وهذا يتطلب أمر مكاومة طبعا بنفس الوتيرة فنحن ننتظر يعني نحن نعلم جيدا بأننا سنمر بشهرين أظن أنه سيكون أصعب مما قد مدى بعد وشهرنا اليوم القصف العنيف في لبنان في الطائرات والمسيارات كانت الوتيرة مرتفعة جدا وحصيلة الشهداء كانت كثيرة أيضا لذا ننتظر الإدارة جديدة إلى حين أن تصل الإدارة الجديدة وتستلم نحن أيضا نسمع ترامب ماذا يقول سأوقف الحرب لكن قبل إيقاف الحرب يقول أيضا أن هناك ضمانات لانتصارات إسرائيلية سوف يضمنها الأمريكيون قبل إيقاف الحرب هناك عدة عوامل ستدخل متغيرات سياسية مبدأ التفاوض سيتراجع قليلا إلا إذا كان هناك بعض التنازلات من محور إيران والمكاومة إن كانت هناك بعض التنازلات فيما يختص المحتاجزين والرهائن الإسرائيليين وإذا كان هناك بعض الأمريكيين مما يمكن أن يضطر الأجواء قليلا ولكن لدينا شهرين سنتلقى الصعوبات جمع يعني شكرا للمشاهدة